من المراجع المعاصرين آية الله العظمى جعفر سبحانه إنه يصدر فتواه في نفس هذا الاتجاه جعفر سبحانه من المراجع الأحياء المعاصرين هو من مراجع قم في زماننا رجاء اعرضوا لنا فتواه سفر مستحب بسطوره نمازشا باقر جمع کن هلسا آقا جان بخونت برن ولنمازتونه جمع کنین سفر شحرية ميگیرین امام زمان چشم دارت به شما در این اجام شيطانة شيطانة ما بين أن يقول لهم إنني أسألكم الدعاء لأنكم ذاهبون إلى زيارة الحسين وما بين أن يقول لهم من أن عيون صحب الزمان تراقبكم ويربط العمر بالمرتب الشهري الذي يدفع لطلاب الحوزة من الأموال التي يسرقها مراجع الحوزة باسم صاحب الزمان وهم لا يملكون سلطة على هذه الأموال كي يشترطوا على طلاب الحوزة أن يلتزموا بالدراسة بحسب ما هم يريدون بحسب ما المراجع يريدون مر هذا الكلام علينا رجاء أعيدوا بث الفيديو كي يتأكد المشاهدون مما يقوله هذا المرجع المعاصر كي يتأكد المشاهدون هذا أريدون بخمبرن ولو نمازلت شاركوني سفر شحر يمي جريد إمام الزمان كاش دارت بشما دلن أجان يجب عليهم أن يتموا صلاتهم ليس التزاما بما جاء في أحاديث العترة الطاهرة من أن الزائر المسافر في كربلاء يجوز له أن يقصر في صلاته أو أن يتم لكن الإتمام أفضل الرجل ليس ناظرا إلى هذا المعنى وقد حددتكم عنه في الحلقة الماضية حديث الرجل ناظر إلى أن السفر سفر معصية فيجب عليهم الإتمام لكنه يطرحه بأسلوب شيطاني منمق فتوى جعفر سبحاني مردها كما يبدو إلى احتياطه في الموضوع فهو محتاط عنواننا ما هو الفتاوى المزيفة ما بين القداسة والإحتياط ما طرحه محمد رضا السستاني كان مائلا إلى جهة القداسة لأنه ربط بين الموضوع وبين المقدسين من السلف الصالح من السلف الطايع حظ من السلف الصالح جعفر سبحاني كلامه يشير إلى الاحتياط الرجل محتاط محتاط أقول لك شيخ جعفر شيخ جعفر سبحاني القضية من توصل للحسين الصير محتاط محتاط تمام زين ليش ما تحتاط من تسرق مقالات الآخرين وتكتبها باسمك شو ما تحتاط ليش ما تحتاط الاحتياط بسمع الحسين من تسرق جهود الآخرين الفكرية وتسجلها باسمك شو ما تحتاط ستسألون عن الدليل سأعطيكم الدليل رجاء اعرضوا لنا صورة سيد جعفر مرتضى جعفر مرتضى العامل هذا هو سيد جعفر مرتضى العامل من علماء جبل عامل وهو من علماء حوزة قم سيد جعفر مرتضى العامل له كتاب عنوانه دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام هذا الكتاب له عدة طبعات الطبعة الأولى وهي في جزئين وإلى الآن أتذكرها كانت مجلدة بتجليد من مادة النايلون الخفيف باللون الأزرق إنني أتحدث عن سنة 1980 سأعرض لكم صورة تلك الطبعة تلك الطبعة ليست متوفرة في الأسواق لكنها موجودة في المكتبات الخاصة موجودة في المكتبات العامة للذي يريد أن يبحث عنها وهناك طبعة للجزئين في جزء واحد هي طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في الطبعة الأولى وفي الجزء الأول هناك حكاية لطيفة هناك مقال نشره جعفر مرتضاء العاملي سأعرضه لكم في طبعة مؤسسة النشر الإسلامي حينما جمعت الجزعين في جزء واحد وكان الأمر مقصودا لأجل تضييع تلك المقالة ما نشرت المقالة المقالة بخصوص سرقة قام بها مرجعنا الكبير جعفر سبحاني لقد سرق بحثا قام به جعفر مرتضاء العاملي وجعفر مرتضاء العاملي حكى هذا الأمر في كتابه دراسات وبحوث في التأريخ والإسلام الطبعة الثالثة هذه التي بين يدي تتألف من أربعة أجزاء هذه الطبعة طبعة مركز جوات الطبعة الثالثة ألف أربعمية وأربعة عشر هجري قمري بيروت لبنان هذه الطبعة الثالثة في أربعة أجزاء هي الأخرى خلية جعفر سبحاني صار مرجع وصار حكومة من يقدر بعد ينشر عنه مثل هذا الكلام رجاء أعرض لنا صورة غلاف الجزء الأول من كتاب دراسات وبحوث في التعريخ والإسلام لجعفر مرتضى العامل إنها الطبعة القديمة اعرضوا لنا صورة غلاف الجزء الأول وأعرضوا لنا صورة الصفحة الأولى التي فيها عنوان الكتاب هذه الصفحة الأولى التي تأتي بعد الغلاف واعرضوا لنا صورة المقال الذي أقصده هذا هو المقال عنوانه قصة طريفة رجاء اتركوا الصورة على حالها هذا المقال يتكون من صفحتين هذه الصفحة وصفحة أخرى إنني أتحدث عن الجزء الأول من دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام في طبعته القديمة صفحة 103 سأقرأ عليكم ماذا جاء في هذه القصة الطريفة يمكنكم أن ترفع الصورة عن الشاشة هكذا كتب جعفر مرتضى العامل قبل أن أقرأ أعرض لنا لوحة فيها صورة الجعفرين هذا هو مرجعنا المعاصر جعفر سبحاني الذي سرق ولا زال يسرق أيضا الذي سرق بحث جعفر مرتضى العامل أقرأ عليكم باسمه تعالى والحمد لله والصلاة على محمد وآله البحث الآتي يعني بعد هذه المقالة بحسب الجزء الأول من كتاب جعفر مرتضى العامل البحث الآتي بعنوان من هو أول من أرخ بالهجرة له قصة طريفة ولطيفة وملخصها إنني كتبته قبل سنوات هذا كلام جعفر مرتضى إنني كتبته قبل سنوات واعتمدت فيه على أكثر من ثلاثة وسبعين مصدرا ثم نشرته مجلة الهادي هذه مجلة كانت معروفة في السبعينات ثم نشرته مجلة الهادي في عددها السادس لسنة 1398 هجر قمري ثم اختاره العلامة محيط الطباطبائي فأجرى حوله تحقيقا إذاعيا مفصلا ومطولا في حينه وقبل حوالي شهرين اتصل الشيخ جعفر السبحاني بسماحة العلامة البحاث المحقق السيد مهدي الروحاني ليرشده إلى ما كتب حول هذا الموضوع بالذات حول التاريخ الهجري فأرشده إلي وأعطاه رقم تليفوني فاتصل بي فأرشدته بدوري إلى المقال المذكور وبعد أيام التقيت بالشيخ السبحاني في شارع إرم شارع معروف في مدينة قم فأخبرني أنه ترجم من المقال عشرة أدلة وأنه سلم ما ترجمه إلى المطبع لينشر في مجلة درس هائي أز مكتب إسلام دروس من عقيدة الإسلام مجلة باللغة الفارسية وجرى حديث حول بعض الفقرات في المقال فبينت له المقصود وبعد أيام صدر العدد من المجلة المذكورة وهو العدد الأول من السنة العشرين أي عدد جماد الأولى لسنة 1400 هجر قمري ورجعت إلى ترجمة السبحاني للمقال المذكور فوجدت أنه قد ترجم أكثر مقالنا الآتي الذي سيأتي في الكتاب وإن كان قد قدم وأخر فيه هذه طريقة السبحاني إنني راجعت كل كتبه هذه الطريقة منتشرة في كل كتبه يأخذ المقالات من الآخرين ثم يعبث فيها تقديما وتأخيرا وإن كان قد قدم وآخر فيه ولم يزد في أدلته من عنده شيئا ولكن الغريب في الأمر أنه لم يذكر مقالنا الذي ترجم عنه حتى ولو بكلمة واحدة بل نسبه كله إلى نفسه وفوجعت أولا بالأمر واتصلت ببعض الأصدقاء وإذا بهم يخبرونني بأن هذه ليست بأول مرة يقدم فيها الشيخ السبحاني على مثل هذا الأمر بل له فيه سوابق وهم قد ذاقوا منه لسعة جرة الحبل فتأسيت بهم ووكلت الأمر إلى وجدان الشيخ السبحاني نفسه وإلى التاريخ هذه القضية متكررة في سيرة جعفر السبحاني سؤالي هنا يا شيخ جعفر أنت تحتاط مع الحسين لماذا لا تحتاط في سرقة جهود الآخرين ما هم الذين يصدرون لنا الفتاوى المزيفة تحت عنوان القداسة والاحتياط ذلواوية واوية واوية يعني بنات آوى ذلواوية هذا هو الواقع الشيعي الوسخ في الحوزة الطوسية الوسخة القذرة تعتقدون أن قضية السرقة تقف عند السبحاني السرقة منتشرة في الحوزة الطوسية مثل ما فتحت لكم ملفا عن الشذوذ الجنسي في هذه الحوزة القذرة وفي هذا المذهب القذر إذا سنحت فرصة سأفتح لكم ملفا عن السرقات الفكرية حينما أقول عن المذهب الطوسي من أنه مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية تتوقعون أنني أقصد اللصوصية في سرقة الأموال هم سرق للأموال لكنني لا أقصد هذا فقط وسرق للجهود الفكرية للآخرين يسرقون من السنة ويسرقون من بعضهم البعض لو سألتموني عن أكبر السرق أكبر السرق في تعريخ الطوسيين الطوسي نفسه الطوسي نفسه هو أكبر السرق لقد سرق كثيرا من تفسير الطبري وأودعه في تفسيره التبيان تفسير التبيان موجود والذي أصطلح عليه بأنه تفسير الخريان لشيخ الطائفة لحرام الطائفة الطوسي لقد سرق كثيرا من الطبري وأودعه في التبيان في بعض الأحيان يذكر اسم الطبري وفي بعض الأحيان لا يذكر اسم الطبري ينقل كلامه من دون ذكر المصدر فماذا يعني هذا يعني أنه ينسبه لنفسه أكبر سارق في المذهب الطوسي هو الطوسي نفسه وجئتكم بتفسيره التبيان مثالا أنا هنا لست بصدد الحديث عن السرقات الفكرية والعلمية لكنني أضرب لكم أمثلة سريعة الطبرسي صاحب تفسير مجمع البيان سرق من الطوسي سرق كثيرا من الطوسي ولم ينسب الذي سرقه إلى الطوسي وإنما نسبه إلى نفسه يعني حرامي يبوق من حرامي مجمع البيان موجود وتفسير التبيان موجود وبإمكانكم أن تراجعوا لكن لا أن تقرأوا صفحة وصفحتين عليكم أن تقرأوا عدة أجزاء كي تروا بأعينكم السرقات تلو السرقات الحكاية مستمرة إلى زماننا حينما يسنح لي الوقت سأفتح ملف السرقات في واقع الحوزة الطوسية القذرة وفي واقع المذهب الطوسية القذرة وما هذا الذي ذكرته لكم من مقالي جعفر مرتضى ما هذا إلا مثال بسيط أنا جئت به كي تعرفوا من أنني حينما أتحدث فإنني أتحدث وأنا مطلع تمام الإطلاع على الذي أتحدث عنه ليس كأصحاب العمائم الذين يخرجون عليكم ويتحدثون كذبا من دون إطلاع ومن دون معرفة ومن دون وثائق يكذبون عليكم ويضحكون عليكم حينما أقول من أن المذهب هذا مذهب اللصوصية أنا لا أتحدث عن لصوصية في الأموال ولا أتحدث كذلك عن لصوصية في الأفكار إنني أتحدث أيضا عن لصوصية في المناقب المكذوبة إذا ما قرأنا تراجم العلماء فإن المنقبة المكذوبة لمرجع من المراجع الطوسيين السفلة ستنقل إلى مرجع آخر يسرقها مرجع آخر أضرب لكم مثال يقال عن المقدس الأردبيلي من أنه أنزل دلوه إلى البئر يريد أن يتوضع لصلاة الليل فلما أنزل الدلو وسحبه إليه وجد الدلو ممتلئا بالجواهر والدرر فرفع رأسه إلى السماء وقال يا إلهي إن أحمد هو اسمه أحمد المقدس الأردبيلي إن أحمد لا يريد جواهر يريد ماء كي يتوضع ليصلي فأرجع الدلو وأيضا رجع مرة أخرى بالجواهر ولكن بعد ذلك بعد أن كرر كلامه مع الله من أنه لا يريد الجواهر يريد الماء خرج الدلو بيده مملوءا بالماء فتوضع وذهب إلى صلاته وعبادته هذه الحكاية أكاذيب أكاذيب يضحكون بها علينا هذه الحكاية ليس لها من سنة أحاديث أهل البيت في مصادرهم المعروفة يضعفونها وينكرونها هؤلاء السفلة الذين يقال لهم آيات الشيطان العظمى من مراجع الحوزة الطوسية النجسة أما هذه الحكايات التي ليس لها من سند هذه ينشرونها بين الناس الناس تصدقها هذا موجود في كتب تراجم العلماء الناس يتناقلونها مرة يتناقلونها عن المقدس الأردبيلي وأخرى يتناقلونها عن جعفر كاشف الغطاء وأخرى يتناقلونها عن صاحب الجواهر مراراً سمعت هؤلاء الخطباء الحمير على المنابر يحكون للناس حكاية الجواهر 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 لماذا سمي الجواهر يتحدثون عن محمد حسن النجفي صاحب جواهر الكلام الذي لقب بالجواهر بسبب كتابه الذي حدثتكم عنه في الحلقات المتقدمة جواهر الكلام في شرح شراع الإسلام هذا الكتاب الذي كان مسخرة ورتبوه بعد ذلك يقولون من أنه سمي بالجواهر لأنه أنزل الدال فلما جر الدال وجده مملوءاً بالجواهر وفعل هذا عدة مرات إلى أن خرج له الماء وكان يرجع الجواهر إلى البئر فسمي بالجواهر هذا الكلام مراراً سمعته من الخطباء الحمير من خطباء الحوزة الطوسية على المنابر في الحسينيات سرقة المناقب المكذوبة هؤلاء لصوص سرقوا عقولكم سرقوا دينكم وهم يسرقون فيما بينهم يسرقوا بعضهم بعضاً يسرقون المناقب المكذوبة ويسرقون الأبحاث والجهود الفكرية ويسرقون أموال الشيعة باسم صاحب الزمان هذا هو مذهب اللصوصية حينما أقول عن المذهب الطوسي بأنه مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية إنني أقصد هذا لكنني لا أجد وقتاً كي أقول لكم كل شيء كثيرون يقولون منكم حينما أقول سأحدثكم بحديث جديد شو تقولون أنتم؟ يقولون الغزي هو خل شيء ما قاله حتى بعد يريد يحتي شيء جديد أنا أقول لكم إنني ما ذكرت شيئاً إنني ما ذكرت شيئاً إنني لا أعد نفسي أنني قد ذكرت شيئاً ما أعرفه عن قذارة هؤلاء وعن وسخ هؤلاء أتحدث عن المراجع من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل ما أعرفه عن قذارة هؤلاء الذي ذكرته عنهم لا يعد بشيء وحق الزهراء لا يعد بشيء لكنني لا أجد وقتاً من أين آتي بالوقت ولذا أضرب لكم أمثلة وأنتم تلاحظون كثرة الأمثلة وكثرة الوقائع وكثرة الوثائق وكثرة الكتب وكثرة الحقائق وإنني ما ذكرت شيئاً لحد الآن نذهب إلى فاصل جعفر سبحاني في كتابه الخمس هذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام الصادق صلوات الله عليه وهي مؤسسته المؤسسة الخاصة بجعفر سبحاني هذه الطبعة الأولى ألف أربعمية وعشرين هجري قمري صفحة أربعمية وتسعة عشر جعفر سبحاني جعفر سبحاني وهو يتحدث عن مسألة التصرف بالخمس في زمان الغيبة هذا القول مما أبدعه صاحب الجواهر هو صرفه فيما نعلم أنه راض بصرفه فيه على أي أساس وفقا لآية من القرآن الجواب كلا وفقا لرواية أو حديث من العترة الطاهرة الجواب كلا هل التقى بصاحب الزمان وشرع له هذا التشريع الجواب كلا حيث قال قدس سره صاحب الجواهر حسن الظن برأفة مولانا صاحب الزمان روحي له الفداء يقتضي بعدم مؤاخذتنا في صرفه فإننا نأخذ ديننا من حسن ظني صاحب الجواهر وكتاب الجواهر حدثتكم عنه من أنه ركام وليس كتابا لكن هناك من رتبه حدثتكم عن باقر التركي حدثتكم عن حسن قفطان حدثتكم عن التفاصيل التي مرت علينا محمد رضا المظفر الذي كتب مقدمة لجواهر الكلام هذا هو الجزء الأول من جواهر الكلام بحسب طبعة مؤسسة المرتضى العالمية بيروت لبنان إنها الأجزاء الكبيرة من القطع الكبير المقدمة كتبها محمد رضا المظفر وحاول وحاول أن يجمع قصارى جهده في إطراء الكتاب وإطراء المؤلف لكنه في أخر الأمر لا يستطيع أن لا يشير إلى حقيقة موجودة في هذا الكتاب ماذا قال في الصفحة شين ومن هنا نعرف السر فيما كان يصنعه كثيرا من اقتطاف نص عبارات الرياض وشرح اللمعة من دون الإشارة إلى المصدر ولا إلى ما يشعر بالاقتطاف هذه سرقات صحيح أنه تحدث عن أن المؤلف جعل هذا الكتاب كشكولا يجمع فيه آراء العلماء لحاجته الشخصية ومر الكلام بهذا القصوص ولكن بعد ذلك رتب الكتاب إلا أن ظاهرة السرقة بين العلماء ظاهرة طبيعية وعادية وإلى هذا يشير محمد رضاء المظفر ومن هنا نعرف السر فيما كان يصنعه كثيرا من اقتطاف نص عبارات الرياض هذا كتاب الرياض لعلي الطبائي وشرح اللمعة إنه للشهيد الثاني من دون الإشارة إلى المصدر ولا إلى ما يشعر بالاختطاف هذه الظاهرة موجودة في هذا الكتاب وفي سائر كتب المراجع الآخر لصوصية في جميع الاتجاهات مصادرة لحقوق الأخرين في جميع الاتجاهات هذا هو الذي يجري في واقع عورة النجف ولا أقول إنها حوزة النجف إنها عورة النجف مكان كله عورات من بداية تأسيسها هي عورة وإلى هذه اللحظة وما أنتجت لنا إلا العورات وتحكم فينا من تحكم من العورات وعورة بعد عورة هذا هو الواقع الحقيقي الذي أصفه كما هو من دون مجاملات ومن دون نقص ومن دون إضافات ترجمة نانسي قنقر